موسيقى صفحة جديدة بمجالتنا الاجتماعية وهالمرة مشاهدينا كمان موضوع طبي إنما مع مشروع تطوعي كبير قاموا فيه مجموعة من الأطبة بمنطقة ترابلوس إن حوالي أربعين طبيب من هالمنطقة جمعوا جهودهم ورح يقدموا نهار طب مجاني لكل اللي عايشين بها المنطقة وكمان من غير مناطق حتى يحصلوا على استشارات وفحوصات طبية هنهار سموه ترابلوس تتعافى تفاصيل أكثر عن هالمشروع مع صاحب الفكرة ومنظم هالحادث الدكتور خير الله عوكر أهلا وسهلا فيك دكتور عوكر من هنيكن على هالمبادرة اليوم عدة تخبريات حلوة منا مجال الطب وقدي حلو إنه ليكرسوا حياته النهاريسالي كمان بيتمتعوا بروح تطوعية كبيرة هالمشروع طلعتوا بفكرتوا مش من زمان ورح تنفزون هار الأحد إذا الله بريد هيدا المشروع حقيقة انطرح كنت عم فكر بالفكرة وطرحت على مجموعة من الزملاء واكتشفت إن كل هالزملاء يمكن كمان عندهم رغبة بعمل أصلا أنت مش من زمان قمت بمشروع مماثل لألو ولكن على مستوى أصغر مضبوط على مستوى نوال نوال بسمانية مهرجان ميلاد ترابلوس نعم بالدام كيست مارمارون هالفكرة طرحت على الزملاء والزملاء كلهم أبدوا حماس وكلهم كانوا محمسين ويمكن هني حتى هالفكرة برأسهم بس ناطرين يمكن الوقت المناسب تحتينا في زوا شجعتوا بعض شجعنا بعضنا إذا بدك تقولي وصار كل حدا يدعي حدا تاني تحتى كواننا هالمجموعة الكبيرة بتضم أطبة بتضم أخصائية تغزية بتضم سيادلة بتضم فولونتيرز تحتى نعمل هيدا النهار الطبي 23 فبريد 23 شباط بمدرسة الطليان أولا وين رح يتم هالحدث مدرسة الطليان بالمدرسة داخلها نعم الحدث رح يصير بمدرسة الطليان أو هي إذا بنقول اسمها رسمي مدرسة الأباء الكرماليين مرميات الأباء الكرماليين هي بمنطقة الزهرية إلى مدخلين مدخل صوب الزهرية يلي هو شارع الكنيس ومدخل صوب شارع التل داونتون طبع المدينة إذا بنقول ورح يكون هيدا النهار مفتوح في المدخلين تبع المدرسة وحيتم بباحة المدرسة إضافة لبعض الصفوف سوف تستعمل لفحص المرضى بالإضافة لمجموعة من الأطباء مين رح يكون مشارك؟ متخصصين تغزية؟ نعم رح يكون لأنه هيدا النهار بحاجة فيه لمتابعة رح يكون فيه أخصائية تغزية مثل ما أنا وصيادة والعديد من المتطوعين ومنظمات حتى نعم بدنا نحكي عن دور المنظمات لأنه هو كمان النهار توعية استثنائية ولكن قبل شو عم بتقدموا لهالأشخاص؟ يعني كل الموجودين بمنطقة رابس ممكن يتوجهوا لعندكم حتى يحصلوا على شو؟ أكيد أهلا وسهلا بالكل نحن إذا بتحب أحكي شوي عن النهار هو رح يكون معمول من قسمين من الساعة 8 إلى الساعة 4 القسم الأول رح يكون ميديك البارت يلي هو عبارة عن فحوصات طبية وفحوصات مخبرية رح تنعمل للمرضى اللي رح يجوه والقسم الثاني رح يكون توعية رح يكون في حملات توعية أم براليل لهيدا 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 النهار يعني بيحصلوا على استشارة طبية من كل المجالات الطبية؟ مظبوط أي اختصاصات عم نحكيه؟ رح يحصلوا على كل الاستشارات الطبية لجميع الاختصاصات ورح يتحولوا أبان شو هني بحاجة اللي بيحتاجوا له رح ساعتي ينعمل لهم الفحوصات اللازمة هون رح تستعينوا أو تتعاونوا مع مجموعة كبيرة من الماديكل ستودينتز كمان بمنطقة طرابلس؟ مظبوط نحنا عم نهضف أنه نقدم لطرابلس شيء بتستحقه كلمة لهيكي عم نشتغل على نفوء يكون بليق بالمدينة وبأهلة رح يكون في ماديكل ستودينتز ورح يكون العمل بيشبه شوي العمل بالمستشفيات الجامعية يعني رح يكون في تلميذ طب من الهن اللي بيستقبلوا المربة وبياخدوا كل المعلومات الماديكل هستوري إذا بدك عندهم صحيح هن اللي بياخدوا الماديكل هستوري بيرجعوا بيحاولوها للتلميذ اللي هن طب سنة ستس وسنة سابعة بيفحصوهن بيرجعوا بيحاولوهن للأطباء الاختصاصيين والأطباء الاختصاصيين بيفحصوهن كمانا وبيوصفوهن العلاجات والفحوصات اللي لازمين رح يكون فيه إذا بدك لابراتوري مختبر موجود نعم رح يكون فيه مختبر نحن رح نركز أكتر شي نعمل سكرينينج لمرض السكري رح نركز كمانا على الفحوصات الدم مثل ما هلأ أتفضل الدكتور قبل بشوي وحكي عن فقر الدم وعن يمكن فيه نقص شوي بالتعاطي مع هالموضوع نحن كمان بهالفحوصات بنا نجرب نشمل هيدا المشكل كوليستيرول وتريغليستيريد كمانا وأمراض ضغط الدم وأمراض القلب كمانا هو اللي أكتر شي رح نجرب نركز عليهم بالإضافة لأطفال أمراض الأطفال رح يكون معنا كمان يعني كل الأعمار ممكن يتوجهوا لعندكم كل الأعمار موجودة مظبوط دكتور عوكر النتيج الفحوصات بتطلع فوريا أو رح يكون فيه متابعة لاحقا مع اللي بتوجهوا لعندكم نعم النتيج الفحوصات رح تكون فورية ولكن ما رح ينعطى النتيجة لصاحبها إلا اللي عنده مشكل بهذه النتيجة يعني إذا كانت النتيجة فيها شي مشكل رح ساعتها ندغر على الحرك نخبر المريض ونتعطى ساعتها معه أما إذا كانت نورمال رح يكون فيه حكمة موجودين بهالمراكز اللي عم نعمل مع المختبرات إذا نتيجة نورمال رح يستلم المريض تاني نهار من المختبر بيكون عارف أنه هذه نتيجة نورمال الفحوصات والاستشارة الطبية كلها مجانية كلها رح تكون مجانية نحن عم نسعى على هذا الموضوع أن نأمن كل الأمور مجانية صحيح أنتوا الأطباء قدمتوا خدمتكم كمتطوعين ولكن الفحوصات مكلفة وفي تمويل كنتوا بحاجة لقلوا كيف أمنتوا هالتمويل؟ صحيح هذا البارت وغون كتير حابت ضوء علي لأنه كتير لفتتني الدافع اللي كان عندكم للتمويل مظبوط نحن أول شرط حتى نجمع فيه هيدا الإفاند أنه يكون فيه خارج عن أي عمل سياسي يعني الأطراف الموجودين بهيدا النهار كل الزوم على الأطباء أخذوا تعاهد عنه يعني 0% politics حقيقة السياسي ما كان العليقة أبدا بتنظيم هالحدث أبدا 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 مع أنه تلقيته كتير طلب من السياسيين بالمنطقة حتى هن يكونوا الموولين ولكن حتى تنصبغوا إذا بدك بلون معين سياسيا أنتم مقبلتوا صحيح نحن احترامنا لكل جال السياسي الموجودين بهذه المدينة ولكن نحن كمجتمع مدني حبينا نطلع شوي من هذا الجو السياسي مقبلنا ولا أي فاندنج من حيال الحد السياسي مع أنه يمكن نحن بحاجة نحن الفحوصات اللي بدنا نعملها مكلفة وحقيقة نحن عم ندفع بعرف أنه أنتم شخصيا عم تدفعوا مضبوط حتى الأطباء رح يشاركوا بجزء من هذا المبلغ تحت أمنها الفحوصات إذا فيه كمان شخصيات وجمعيات ما عندها صبغة سياسية ممكن تشارك بدعم هذا الإيفانت نحن منرحب لأنه كلما وسعت إمكانياتنا كلما قدرنا توسعنا بالفحوصات للمرضى أكتر رح تقدروا كمان تقدموا أدوية للأشخاص اللي بتوجهوا لأدوية الأدوية رح يصفوا الحكم الموجودين بالإيفانت ورح يتابعوا مع المرضى كلنا على حدة بالكلينيك تابعيته مع المريض لأنه متل ما بتعرف مشكلة الأدوية أنه نحن ما بنعرف الوظيفة الكلا ولا وظيفة الكبد ولا بنعرف إذا المريض رح يعمل في سيجوندير أو في اندازي رابل على الدواء نحن موجودين هيدا النهار كرمال هيك هيدا الموضوع تركنيلا الحكيمة اللي رح تابع المريض بيتابعة بكلينيكته وساعتها بيقدر يعرف أكتر إذا جد شيء على المريض الفكرة كتير حلوة دكتور عوكر ولكن هل نهار واحد بيكفي حتى تقدروا تلبوا كل الحاجات لأنه بعرف الاستشارة الطبية اليوم كتير مكلفة ويا ما في حاجات أو معاناة وأمراض بكل بساطة ما عندهم الماديات تقدروا يتوجهوا عن طبيب صحيح اللي عم تقوليه مضبوط مدامه وبالأخص بترابلوس ترابلوس اليوم عم بتعيش كانت فترة من الحصار الاقتصادي والسياسي ويعني حقيقة تعباني كمدينة واقتصادها تعبان والأهل اللي فيها ونفسيتها تعباني ونفسيتها تعباني لحال النفسية عند الشعب كمي تعباني نحن أحد الأهداف الثاني طبع الحملة أنه ننفض هيدا الصبغة اللي عم تنعطى عن ترابلوس أنه مدينة ميتة ويخوفوا الناس أنه يجو عليها يعني الصورة اللي عم ترسمها لأحداث البشعة اللي عم تصير بهذه المنطقة نحن تحاولوا تغيروها بهذه المبادرة صحيح نحن بنقول أنه لأ هيدا المدينة يمكن فيها جزء كتير بسيط وأكيد هو جزء ما بيعبر أبدا عن نسيج هيدا المدينة المدينة فيها تحوي على نصف مليون نسمية يمكن أكثر مسالمين وبالعكس بيحبوا الحياة أحد أهدافها الحملة أنه نورجي نحن متكتفين مع بعضنا كل طبقات المجتمع كل أديانة ترابلوس لخدمة هيدا المجتمع واللي هو حقيقة متما تفضلت وقلت بحاجة لذلك سميتوا هالحدث ترابلوس تتعافى من شو عم تتعافى دكتور عبد؟ نحن بدناها تتعافى لأن المرضى بدنون يتعافوا بهيدا النهار وأكيد هيدا متما تفضلت وقلت ممكن ما بيكفي ولكن إن شاء الله بيكون بكورة أعمال بنقوم فيها مستقبلا إن شاء الله بتكون هي العجل اللي راح تحرك من هلأ بالريح هيدا الكتار وبنتعافى كمان عم نحكي لأنه عم نجمع شباب من مختلف أحياء ترابلوس من مختلف طبقات ترابلوس من مختلف أديان ترابلوس بدناها تتعافى كمان من هيدا الصورة البشعة عم تستقبلوا زوار أو أشخاص من فقط منطقة ترابلوس أو بيقدروا كمان يجوا لعندكم من المناطق المجاورة؟ نحن بمهنة الطب ورسالة الطب نحن ما منميز دون أي تمييز يعني أهلا وسهلا بكل الموجودين بالعكس بدنا يكونوا موجودين بـ 23 في مدرسة طليان الله يوافقكم دكتور عوكر تحياتنا لألك ولكل الأطباء والمشاركين بهالحملة وبتأمل تنتقل من مطقة ترابلوس لغير مناطق كمان لبنانية بحاجة لألة وأهلا وسهلا فيكم شكرا لكي مادام رولا لألكم كمان شرفتنا شكرا لكي مرة جديدة مشاهدينا ونرجع لكم